بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي التلاميذ مرحبا بكم مع دروس موقعي لكولي التعليمي معكم الأستاذ علواش عبدالنور حييكم في دروس اللغة العربية لسنة الأولى متوسطة وعنوان حصة اليوم حول قواعد اللغة الجمع بأنواعه بداية كالعادة نعرف بعناصر الدرس العنصر الأول السند العنصر الثاني فهم النص العنصر الثالث قواعد اللغة العنصر الأخير تطبيقات أولا مع السند تابعوا جيدا لقراءة هذا النص أزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنمي فكل فضل وإحسان وعارفة ما بين مستلم منه وملتزمي محمد صفوة البالي ورحمته وبغية الله من خلق ومن نسمي يا جاهلين على الهادي ودعوته هل تجهلون مكان الصادق العلمي لقبتموه أمين القوم في صغر وما الأمين على قوم بمتهمي فاق البدورة وفاق الأنبياء فكم بالخلق والخلق من حسن ومن عظمي جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرمي يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفهمي بكل قول كريم أنت قائله تحيي القلوب وتحيي ميت الهممي الأبيات للشاعر أحمد شوقي أولا فهم النص نحاول أولا أن نفهم بعض المفردات الصعبة والآن مع البناء الفكري من المقصود بقول الشاعر أمين الأنبياء المقصود بأمين الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم ماذا لقب النبي صلى الله عليه وسلم في صغره والآن مع قواعد اللغة لاحظ معي هذه الأمثلة لزمت باب أمير الأنبياء يا جاهلين على الهادي ودعوته جاء النبيون بالآيات يا أفصح الناطقين الضادة إذن نستنتج أن جمع المذكر السالم هو جمع يسلم مفرده من التغيير ويضاف إلى مفرده وأنونون في حالة الرفع ويا أنونون في حالتي النصب والجر مثل صادق صادقون وصادقين ناطق ناطقون وناطقين والآن مع التطبيق الثاني إليك المفردات التالية صغ منها الجمع وبين نوعه منزل مدير كرة هاتف مطاولة بعد أن حاولتم أعزائي التلاميذ في حل التطبيق نحاول معنا النصلا إلى الجواب والآن مع التطبيق الثالث الذي يقول أعرب ما تحته خط واحد خرج المصلون من المسجد ثانيا كرم المدير المعلمين والمعلمات بعد المحاولتكم معا نحاول الوصول إلى الجواب الصحيح ترجمة نانسي قنقر